أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإنجازات المتواصلة التي يحققها فريق بكتاريوس البحرين للدرجات الهوائية هو مصدر فخر واعتزاز وأكد سموه أن الفريق يسير بخطا ثابتا نحو مواصلة الترويج لمملكة البحرين والمساهمة في جعل الرياضة عاملا رئيسيا في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بفوز متسابق فريق فيكتاريوس البحرين تشان كيفينغ بلقب بطولة تايوان الوطنية والتي شهدت مشاركة واسعة ومنافسة قوية لكن الفريق أثبت جدارته وإمكانياته العالية في ظل حرص الدراجين على تقديم أفضل المستويات وتحقيق أفضل النتائج وأشار سموه إلى أن الدراج شان كيفينغ يمتلك إمكانيات عالية ساهمت في بروزه بشكل لافت في البطولة والصعود على منصة التتويج بكل جدارة واستحقاق مبينا سموه أن هذا الانتصار سيكون عاملا رئيسيا في مواصلة تحقيق أفضل النتائج في السباقات المقبلة وأوضح سمو شيخ ناصر بن حمد أن الإنجازات المتواصلة التي يحققها فريق فيكتاريوس البحرين للدراجات تؤكد العمل الدؤوب من الجهازين الفني والإداري والقدرات العالية التي يمتلكها الدراجون متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في المشاركات المقبلة اشتركوا في القناة